السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة رقم 28 من هاز كاست الحلقة دي مختلفة عن بقية الحلقات عشان هي حلقة احتفالية وما فيهاش ضيف الحلقة انتو فيها الضيوف الشباب اللي جات في الاحتفالية الثالثة بتاعت المحل الاحتفالية الثانوية اللي احنا بنعملها وبنجمع فيها الشباب في اليوم ده وبنبقى يعني بنجسد فيها الحس بتاع الكميونيتي فعملنا بودكاست لايف مع الشباب اللي جات كانوا بيسألوني وكنا بنتكلم وكان الاجواء كانت حلوة جدا جدا حقيقة وانا من زمان عايز اعمل لايف بودكاست بمعنى ان انا اعمل قدام جمهور فكان ايه انسب من ان انا اعملوا معاكم يعني الحقيقة كانت بالنسبة لي حلوة جدا اتمنى ان هي بالنسبة للناس اللي جات يعني كانت حلوة زي ما هي كانت ليا واتمنى ان هي تبقى حلوة ليكم وانتو بتشوفوها وبتسمعوها دلوقتي الحاجة اللي انا يعني محتاج اقولها لنفسي لان انا دايما ببقى عندي مش فكرة جلد زيت بس دايما الاتشيفمنتز بتاعتي او الحاجات اللي انا دايما بيتبعها نوع من انواع التفكير المنطقي اللي هو والنقد الشديد جدا فده بيسلب اي حاجة حلوة المعنى بتاعها فمن وقت للتاني بحب افكر نفسي انه الحمد لله انا يعني انا فخور باللي انا عملته في استبرك حتى الان الحمد لله حابب افكر نفسي بدا وحابب اخد كده سناب شوت او سكرين شوت لليوم بتاع مبارح وافكر نفسي انه الحمد لله طريقا طويل اوي والحمد لله اللي حصل حتى الان من واعات وتحديات وحورات زي دي من هنا لان احنا الحمد لله بقينا جروب كبير وبقينا شركة كويسة وشركة بروفيتابل والدنيا مشي كويس وعندنا كولكشنز حلوة وانا فخور بالحاجات اللي احنا بنعملها وعايزين وبعمل alien beard دلوقتي بعمل alien beard دلوقتي انا يعني للي ما بيش يعني للي سامع ومش شايف اللي لابسه دوت بتاع alien beard بس لسه منزلش يعني حبيت اعمل لكم اغراءة كده سريعة فانا فخور جدا الحمد لله احنا لوقتي في الشركة بقينا تسعة الحمد لله رب العالمين بقينا تسعة اشخاص في الشركة وده رقم كبير جدا بالنسبة لي يبدو انها رقم قليل بالنسبة للأحلام بتاعتنا انا نفسي بقى عندي شركة فيها الف واحد انا بالنسبة لي مش عايزة انا مش عايزة الشركة بقي فيها الف واحد انا عجبني جدا فكرة ان الشركة الصغيرة اللي شايلها عدد قليل من الناس بس هي اكبر من ما يبدو عليها وعندنا محل واحد بس عندنا كوميونيتي كبير وفي حاجات كتيرة جدا تخلينا اكبر من ما احنا عليه غير المعايير التقليدية بتاعت البزنس يعني فانا انا مبسوط الحمد لله وده ما بقولوش كتير وده ما بحسوش كتير ان انا فخور بنفسي الحمد لله رب العالمين اللي انا عملته وده يمكن كمان حتى غريب ان انتوا تسمعوا ان انا اقول ده على نفسي ان انا اقول ان انا عملت كذا يعني ما بحبش ابدا اتكلم بالطريقة دي عشان بخاف ان انا اعجب بنفسي او احس ان انا انت شايف نفسك ليه وبتاع بس شايف انه من وقت للتاني الواحد المفروض يحس بكده ويقول كده ان الحمد لله اللي انا عملته في استابرق ان انا خليت البراند يبقى محاط بالناس المؤمنة بيه بالطريقة دي اا وانا يعني انا كنت الواحدة خالص وانتوا عارفين الفلوغز عاملة ازاي وكل الكلام ده اا مفيش فعليا اا براندز كتير خالص في العالم اا عندهم ده اا فعليا يعني يعني اللي بيبتدي براند هدوم او شركة بيتعب جدا جدا عشان يوصلها لمرحلة نجاح وبيسلك المسارك التقليدية خالص بتاعتنا هيسوق ويعمل اعلانات وكل الكلام ده وبيوصل يعني مش كل الناس بتقدر توصل ان هي تلمس الناس مش معظم الناس ما عندهاش حاجة اسمها كوميونيتي اصلا فالطريق اللي انا اخدته عشان يعني اقصل المعاني دي في الناس يمكن نتيجة انه مثلا مثلا يعني الـ event الكبيرة اللي بتحصل في مصر او في العالم او كده اا انا مطلعتش فيها مثلا فالـ event اللي ليها دعوا بالـ marketing والكرياتيفيتي والحوارات دي اللي بتحصل ما بيجيبونيش مثلا ما بيبصوش عليا ما ايش عايزيني whatever يعني اا وبيجيبوا ناس تانية فما بيبانش النجاح بس الحمد لله اا انا لازم اقول لنفسي واكد لنفسي ان انا اا الحمد لله انا يعني عملت حاجة قوية جدا جدا الحمد لله ويمكن مش يمكن ده ما يبانش للناس دلوقتي يمكن ما يبانش الجمدان بتاع الماركتينج اللي احنا عاملينه اا والابداع اللي احنا وصلن له في ان احنا نوصل للناس فعلا ونوصل لهم المعاني اللي عندنا يمكن ده ما يبانش اا دلوقتي اا بس هيبان في يوم من الايام اا وانه صعب جدا انه حد يعمل اللي احنا عملناه الحمد لله اا كفاية كفاية تمجيد بس انا مش بمجد يعني انا بس زي ما انتو زي ما قلت لكم انا بس بسجل ان انا الحمد لله مبسوط والحمد لله فخور اا الناس اللي جات بشكركم جدا جدا انا عارف ان كان في ناس عايزة تيجي جدا ومعارفتش اا فاحنا حبينا نمد اا الوفر بتاع ال 15% اا نمده كمان يومين فانت دلوقتي لو بتتفرج على البودكاست يوم الحد فهو معاك من النهاردة الحد يوم الاثنين ان شاء الله هتخش على الويبسايت عادي جدا stoprock.com s-t-a-b-r-a-q.com اا وهتطلب الوردر بتاعك والدسكاونت هيتطبق على الكارت في الاخر يعني من غير برو مو كودز ولا حاجة وفي المحل برضو نفس الكلام اا الحاجة الاخيرة انا عارف انها طولت شوية بس كده كده البودكاست مش طويل قوي يعني وساعة تقريبا اا الحاجة الاخيرة واللي هي يعني اعلان مهم جدا جدا اا انه احنا عندنا group دلوقتي community group اسمه stoprock community اا على فيسبوك اا للأسف يعني انا بكره فيسبوك بس يعني اا يعني مضطرين مفيش حاجة بتقدم الموضوع بتاع groups زي ما هو بيقدمه عندنا community على اا على فيسبوك اا اا اللينك بتاعه في ال description ادخل اعمل join لcommunity ده المكان اللي احنا بناتجمع فيه وبنتكلم فيه وبنشير فيه افكارنا و واللي عنده انجاز عايز يشاركه مع الناس اللي عايز اا يقابل حد اللي عايز يقترح حاجة اللي عنده خاطرة اللي عنده مشكلة يعني community group اللي احنا كلنا بنتمناه كتير قوي واحنا مبارح واقفين او او مع بعض كان بيقترح ان احنا نعمل كده اا والحمد لله ان شاء الله هنبتدي دوت بإذن الله فادخلوا في ال description دوسوا على اللينك ادخلوا وعملوا join ويالله بينا يالله بينا نجمع بعض ان شاء الله اا ويالله بينا نبتدي الحلق بورته سمعيني كده طيب احنا اللي احنا هنعملو دلوقتي اا ان احنا هنضبط الصوت هنضبط الصوت هلو هلو تست تست او kav هلو انتو سمعني كده كويس او او كويس جدا لو لقيت couple of to select me اشان دكته ابulars اا 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 نحنا هنعملو الوقتي ان شاء الله اا اا يعني ببساطة جديدة خلص اللي عنده سوال هنتديله المايك وانا هجيوب عليه وده هيتسجل و اا بس مث ما بس كده وا انا عبط اا او K يعني اللي يمسك المايك Its name ويسأل سواله ايه. الصوتIi' انا مش طالع. اوكو. خلاص انا مش هلبس دي اصلي. دعا. اخر مرة حصيت انك مكتاب امتا. لا لا قرب� اخر مرة حصيت انك مكتاب امتا? وانك تشعر انك مكتاب بتعمل ايه? سأل تاني. اوكو. اخر مرة حصيت انك مكتاب امتا? اوكو.재 لما تحس انك مكتب بتعمل ايه؟ حلو جدا سؤال كويس و جاي في وقته جدا الصراحة طبعا احنا فندسة ف... اخر مرة حسيت فيها وفكرت انت حرى بكده؟ او لا؟ جات لك هفكر انت حرية او لا؟ استفالله معلش عشان بالزبط حقور بدأ يضل مبدري طيب اه ايه رأيوكو اصلا في الفكرة بتاعت اللي احنا بنعمره ده؟ اوكي عاش نايس طيب اخر مرة كنت مكتئب فيها كانت من حوالي عشرة ايام مسلا تقريبا يوم الحد اللي قابل اللي فات عوزول اللي قابل اللي فات كنت قاعد وبتالي اللي متابع فيكو البودكاست هيبقى عارف ايه اللي حصل يعني بس ماهوك اتكلم بافصل اكتر يوم الحد عادة احسن يوم بالنسبالي عشان هو اليوم اللي بقى بابلش فيه البودكاست بالضبط فهو مبسوط يعني فاللي حصل ان انا بابلشته بعدك اعدت اعدت في الستوديو عادت اشتغل وعدت ايه وانا باشتغل عادة بتنقل ما بين التابز بتاعت المسلا البريمير ويوتيوب ومش عارف ايه وبتاع واول ما بازهق شوية بلاقي نفسي بروح ناطي على اليوتيوب بقعد تفيديوهات وبتاع فأنا بعمل ده كتير بس النهاردة بالذات في اليوم ده بالذات حسيتنا انا تقفور عليها جامد جدا المحتوى اللي انا بقعد اتفرج عليه بيقعد يخش كتير جدا لاجت ان انا ما باشي ما لقيت نفسي مش قادر خاص وفي حاجات بتفرج عليها وانا واعي وفي حاجات بتتزحلق وانا مش واعي يعني ممكن مسلا انا لقي نفسي عاد هو انا ليه فاشل ومعرفش الفكرة دي جات منين خالص بس يمكن اكون اتفرجت علي حاجة من شوية عن حد مسلا نسافر وعمل حاجة وانا عملتهاش مسلا يعني فحت اخويا كان في الستوديو جنبي يعني فطلعت له وانا بقى مضلم خالص بقى اللي هو بقول لك ايه انا هسيبي البلد انا هبطل يعني خاص ضلمت تماما بقى ومش قادر خالص واخر مرة مريت بالحوار ده اه اعادت مسلا شهرين في المود ده فما كنتش بقى عايز اكرر الحوار ده تاني فالمهم روحت المراطي اه وانا قصلا انا مكنتش عايز اتخرجني من المود عشان احيانا الواحد بيحبي يقوم في واحل الاكتئاب بتاعه ده فقلت لها اللي عندي وبتاعه قالت لي بص يعني ممكن يسيبك كده عادي لو انت عايز بس المشكلة انا عارفاها فلو انت عايزها تعالى لو انت عايز الحل تعالى فقلت لها ماشي ايش تقولي اه كده يعني فقلت لي بص المشكلة ان انت بتقعد تتسحل نفسك جدا والانبوتس كتيرة جدا وبتقعد تتفرج على حاجات كتير جدا وبتدعي انك عايز تشتغل وتعمل ومش عارف ايه ومعظم ده بيكون تضيع وقت في حاجات فاكسانة جدا يعني من قبلها بكذا شهر كنت مساحت فيسبوك مساحت الابليكيشن من عندي على الموبايل فلما مساحتها ما كنتش بخش خالص يعني كنتم بخش مسلا بخش من على كروم من على الموبايل ولا بتاع ما كنتش بفتح الابليكيشن بس انا كان عندي كان عندي ادمان انا ما كنتش عارفه كويس كنتمدمن جدا فروح تدخل على انستجرام مدى الحياة بقى وانا اصلا ما كنتش بخش على انستجرام قبل كده فانستجرام اسوأ من فيسبوك عشان هو مباشر جدا يعني كل حاجة مختصرة وبتخش على طول تمام وكل حاجة حلوة يعني الواحد بيلخص حياته كلها فصورة فعلا لو انا عندي عربية وبيت ويوتيوبر ومش عارف سافرت مش عارف ايه كل ده فصورة وانت بتشوفها وبتقارن نفسك وانت قايد على الكنبة ومش عارف ايه وبتاع فايه قمة الفكسان اللي انا فيها دي مهم يعني فكررنا هنا وهي ان احنا هنمسح كل الابس بتاعتنا وده كان قرر صعب الصراحة وقبل ما اروح لمراتي فيه كلمة كسرت كسرت كسرتني جدا يعني كنت بتكلم مع اخويا اللي هو اللي بيصور ده الواتي اه فقال لي انا كنت متخيل ان انت اما خلفت لما زاد جات وبتاع ان انت هتقعد مسلا خمس سنين متحمس جدا وفيش حاجة توقفك فانا لقيت ان انا لما راجعت الحوار ده لقيت ان انا اصلا لما باي جاعد مع بنتي اه نتيجة ان هي ما بتتكلمش ولا حاجة لسه ولا بتاع انا ببقى مستني اللحظة اللي هي تتليه فيها في حاجة تانية عشان رح مطلع الموبايل ومسحول في اي حاجة فمشهد كيب جدا يعني يعني استعبت ان انا فعلا معرفهاش فعلا ما بقعدش معاها بجد يعني فـ Wake up call اللي هو حاجة بتفوقك بتصحيك يعني فدست جدا ان انا خاص همسح كل الابس حتى اليوتيوب اللي انا هو اصلا كل حاجة بعملها يعني ومش هتفرج على حاجة تانية لان انا فعليا انا معدتش سامع نفسي بجد يعني كنت بتكلم مع الشباب الصبح في الكلام ده انه بقيت بحس فعلا ان افكاري مش بتاعتي يعني انه كل الانبوت اللي بيخش ده 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 الكزا وده عمل كزا وده ده حكني في مش عارف ايه وبتاع فاول ما باجي عشان ا recall الفكرة هي اصلا مش فكرتي شوية الكلام اللي على السطح ده مش بتاعي فكنت محتاج ان انا امنع خالص اوقف خالص اللي بيجي ده عشان ابتدي اطلع اللي جوا ده كله بوقفه ازاي بوقفه ازاي خاص اشت انا يعني ممكن اتكرروا تاني بوقفه ازاي بقولك اتوقت تلبس انت السماعة ماشي عشان ايه يعني انت تتمونتر الصوت لو حسيتني الصوت واطي اوي ايش ماله دين شوك يا حبيب بتجامد جدا بوقف الانبوت ازاي اصدك اتنوه كده خلاص ولا ولا ايه ايه ده ايه هي بتساؤ بتساؤ بتحس ان الافكار مش بتاعتك ازاي هو ده ساؤل كويس الفكرا ان انا استوعبت ان انا عمري مهاعرف ايه بتاعتي الا لأ غير لما اوقف شوية الحاجات اللي داخل لدي فهماني انا بقليه تقريباً 12 يوم تقريباً يعني مواقف خالص السوشيال ميديا مواقف الانبوت تماماً وبالمناسبة ده تبدل بإدمان تاني ان انا بقيت بقرة كتير جداً بس ده إدمان برضو بس عادي يعني اشتغرش وشكلاً إدمان بإدمان صح؟ بس بس انت يعني انت اما تيجي تمسك كتاب انت بتروح تختار الكتاب ده وعادت يعني مش بيترمي عليك مثلاً ولا بيبقى بوست معدي فبتبلع وغصب عنك ففيه تحكم بشكل ما تمام فبس فده اللي انا لقيته ده اللي انا لقيته ان انا لو ان انا محتاج جداً وبقيت بعمل حاجة مؤخراً لو برضو اللي فيكو شاف الحاجة بتاعت محمد ابراهيم بقيت بمدتات شوية بمدتات ان انا بقعد ما عملش حاجة او حتى لو انا قعد فكرة ان انا ريتش فور ماي فون دوت بحاول اكثر اللينك ده خالص فبقيت بسيب التليفون بحيث ما يبقاش معايه بقيت بحاول استوعب ان اللحظات اللي انا قعد فيها الواحدي دي لحظات قوية جداً ومهمة جداً جداً كلنا عارفين الوقت بتاع ان انا مثلاً لما بقعد لوحدي وبلاي افكار قاعدة تيجي لوحدها وبحيث ان انا كرييتف وعادة للأسف يعني الوقت ده ممكن يبقى واحنا بنصلي بالضبط مثلاً ليه واحنا بنصلي عشان الصلاة ده بيبقى الوقت اللي انا غصب عني ممعملش اي حاجة كويس؟ فهي دي الفكرة بس ان انا افرد على نفسي ان انا معملش حاجة لفترات يعني كويس؟ عشان اسمح للايه؟ للأفكار الحقيقية ان هي تطلع بقاوت باني اوكي؟ بس ف... ده تايدي ده جاوبت كده على سؤالك اللي هو حط المايك تايب فكرت بلي كده تنتحر انتحر؟ حرفياً ما فكرتش انتحر تحديداً يعني؟ بس حاولت افاجول هو ايه اللي انتحار يعني؟ حاولت افاجول اللي هو هو البني ادم ما بي انتحر بي حاسس ايه؟ ايه اللي ممكن يوصلوا لده؟ وكنت محبط جداً مره في يوم من الاهيام يعني؟ يعني برضو في حاجات في باي دلوقتي لما بقول كنت محبط في يوم من الاهيام تمام؟ انا بحاول دايما نشوف حياتي من بره عارف؟ بشوف الناس شايف حياتي ازاي؟ في ناس كتير جداً ممكن تشوف حياتي ان انا عايش حياحلوة جداً وانت ايه اصلاً اللي انت بتشتكي منه؟ انت ايه المحن اللي انت فيه دوت؟ ودي حقيقة على فكر دي حقيقة وكلنا كده كلنا عندنا مميزات كبيرة جداً بس عشان احنا ممنشوفش حياتنا عاملة ازاي؟ فكت راجع مره ومحبط جداً عشان انا بحيبة تموحاً شوية فكت راكب العربية كت راكب العربية كت راكب العربية كت راكب العربية و جاي في حاودة كده على الدائري وماسك الديركسيون بيد واحدة ويعني معلق الديركسيون الديركسيون حاود كده ونامسكو والحاودة طويلة فجيت قلت هو هيحصل ليه لو انا سبت الديركسيون دلوقتي هلبس في الحيطة دي وبسرعة جداً هموت عادي جداً واروح لربنا فاعم؟ بس حرام جداً يعني بسك اوكي حد عند سؤال تاني بس ياريتي بسؤال مو بيج ايه ده؟ اه خلينا اه خلينا اه ماشي طب خلينا ناخد اسئلة الناس الاول فين المايك؟ تمام تمام اقول اه انا مصطفى اوكي تمام؟ وبحبك جداً حبيبي ده بتحور جداً انا كنت عايز بس اسألك اه انت ازاي؟ اه بيتتعامل مع اداءناك؟ اه تمام؟ في وسط الناس اللي احنا عايشين في وسطها اللي بيعاملوا الناس بتعودون دول اللي هم مفروض بقى اللي هو معصوم اصلاً اللي هو حدي بقى انت فاهمني لو شافك مسلاً لابس شورت مسلاً بيحسك انت من الخوارج مسلاً وانت ازاي بتتعامل مع نفسك مع تعامل الناس معاك يعني مسلاً في واحد مسلاً بتعامل مع نفسه لما الناس مسلاً تحسسوا له هو شيخ بالله هو بقى يدي لنفسه وقارجامل جداً والله هو يبقى متكتف وكده ولما الناس بتتعامل مع داءناك هال ده بترده بل انت بتحاول تغير ده بالعكس ولا بتحاول تثبت ده يعني مسلاً لو حاول واحد يا حسك انت شيخ وتفضل يا شيخ وبتاع هاي انت بتحاول تبقى اقول شوية بحيس انت تثبت له اللي انت لا مش كده ولا بتحاول تثبت ده حلو جداً سؤال مستفزة او لسه في تاني طيب حلو جداً بصوا لو في شوية عايزين يطلعوا فوق هنا ممكن برضو لو عايزين يعني لو حسين انتوا بعيد ومش سمعين ممكن تطلعوا هنا اوكي انتوا سمعتوا السؤال صح؟ ماشي بص انا من زمان وانا بقول ان الدقن يا حجة من زمان وانا بقول الدقن بتربي كويس؟ يعني الدقن ممكن ناس ممكن ناس ما تربيش دقنها عشان اللقطة دي انا من الناس دي على فقه جداً حلو جداً انا بشوف ان دقني بتخلي بتفرد علي ان انا ارائب نفسي اكتر عارف؟ وانت مطلوب ان انت ترائب نفسك عارف يعني ايه؟ ان انت تشوف نفسك من بره كويس؟ ترائب تصرفاتك لو انت غلطان وانت مش بترائب نفسك اصلاً عمرك ما هتلاحز انك غلطان اوكي؟ فلو انا من ربي دقني اه بتخلي الناس تقول لي يا شيخ ومعرفش ايه وبتاع بس ليه دي لازم تبقى عيب؟ ايه مش عيب بس هي دي يا قيود معينة في المجتمع انا احنا عايشين فيه انت غزباً عنك لو كلمة دي تقديتلك انت كده خلاص انت بقيت كده هو ده حوار سخيف واقول لك حاجة مضحكة جداً انا من بعد ما ربط شعري الناس بقت شايفاني شاب عادي كويس؟ بجد والناس بقت بتحترمني اكتر وبقت شايفة ان انا كول بقى ومش عارف ايه تمام؟ واحياناً ببقى مثلاً فيه حد بداء وما بياخدش بقى ان انا كمان بداء زيه ايوة منكترم اه فلو بقى عايز اقول له على فكرة انا شيخ لو دي المرة الوحيدة لنفسي انت عادت تعرف ان انا شيخ عارفه انا مش شيخ تمام الجوزي التاني بقى هو في نفس الدايرة برضو هل الواحد بقى لو عايز يقدر يعمل كده ازاي تغلب على الاحساس ده او ازاي يتغلب على فكرة الناس حوالي بالشك ده يعني انا مثلاً زي ما انت ما قلت ممكن عايزة عايزة بربي داء انا مثلاً انا شايفي دي حاجة مفيش اي حاجة تبنعني من كده الحاجة الوحيدة بتبنعني هي البيئة اللي حوالي اوكي هو انت اصلاً من ربي داءنك لا ربي داءنع فك انا انا خففتها جداً دانك هتقتل من كده ترزك انك تسيبها اه اوكي هو اول حاجة بتعرف ان هي انا بالنسبالي انا مؤمن ان هي فرد ام اشوفت الحالة بتاعت محمد الغليزة على فكرة وعجبني جداً اللي هو او اطبلش اوه بالزبط وانا كمان بالزبط فهي هي فرد بالنسبالي كويس وعلى الال حد يغطف البيت مصطفى فين مصطفى ما تخلص على الناس دي مصطفى هو مصطفى الولد الصغير اوه وهي على اقل سنة على الاقل يعني اللي هو اقل ما فيها ان هي سنة واللي هي دي اصلاً حاجة عظيمة طبعاً ففكرة انك تستسلم انه التعامل ما بينك وبين ربنا ومش ما بينك وما بين الناس بتهالي دي بتحط الحياة انتو برسبكتف كده اللي هو انت ليه بجد مش بتعملها ودي برضو من الاكتيفتيز بتاعت بتعملها ان انت ما بتقعد خليك تكتشف نفسك اكتر بالضبط ولما بتقعد تفكر جداً في حاجة وبتختبر نفسك بجد اللي هو طب انا ليه بحور عارف وتقعد بقى ايه تمسك في الفكرة لحد اما تنهيها عشان انا فعلياً خايف الناس دول عايشيخ طب ليه عشان ما احطش نفسي في القيود وعشان شيوخ دول مش كول طب انا ليه عايزة بقى كول عشان فعلاً عايز الناس تحس ان انا مش مخيف طب انا مخيف بجد طب انا ليه يا صاحب عيش مع الفكرة عارف عيش معها جداً وده المطلوب ان انت تبقى بتعمل الصح وتبقى مقتنع بيه فاهم وانت كلنا لازم نعمل الصح بس في فرق بين واحد بيصلي وفي واحد بيصلي وهو بيحب الصلاة ومقتنع بيها وحببها جداً عارف باس ها هو جامد جداً طب بزبط كول؟ عاش عاش اللي بعد خش طب ما نخلي ولد وبنت اي رايك حسناً حسناً احش بص 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 وهي النطب بطاعتي ودي النطب بطاعت نمبر ون تأكد انه صوته ما بيكليبش قوي ومشواطي قوي انا اسمي لوجاين علي صوتك شوية انا اسمي لوجاين وقبل ما اسأل السؤال عايز اقول حاجة عن السؤال اللي فات على طول هو لما بيقول انه عشان لما بيربي دقنو الناس بتقوله ان انت شيخ فهنا في فكرة identity الناس بترسم له هو الناس بترسم له هو كاز معين قوي يعني بتحطه في قلب معين وهو مش مرتاح في القلب ده هو مختاروش اصل فحاتة المديتيشن اللي اتكلمت فيها كل انسان محتاج يقعد مع نفسه يفهم هو مين واحنا مش حاجة واحدة بس فهو مفيش حد شيخ بس مفيش حد مهندس بس اي حاجة محتاج يفهم هو عبار عن كمبلكسي بتاعته التعيدات بتاعته كل حاجة بالنسبالي يعني انا عديت بالموضوع ده مع الحجاب فبالنسبالي الحجاب هو ستاب انا اخدته عشان ابقى قريبة اكتر من ربنا ممكن اللي يكون بياخد الدقن يعني اللي بيراب يدقن ويكون بالنسبالي ونفس الحكاية الدقن هي ستاب بياخدها عشان يقرب لربنا فهو بيحاول يكون يعني بيحاول يكون متدين مفروض انه اي انسان اصلا بيحاول يقرب من ربنا بس مش اكتر ومفروض انه اي انسان اصلا بيحاول يقرب من ربنا فهو انت بتعمل حاجة طبيعية جدا فكرة بقى انه الناس هي اللي بتحاول تدخلك في حاجة معينة هنا بقى بيجي دورك في انك تفهمهم الحاجات التانية اللي جواك ان انت مش بس شيخ انت مش بس واحد مهتم بدينك وكده حاجة اكبر من كده بكتير انت بتفكر في حاجات تانية في حاجات تانية شاخد لبالك في عندك اهداف تانية عندك باشنة تانية وعادي زيك زيهم بالزبط بتحاول تقرب من ربنا وهي دي الطريقة اللي انت بتختارها عشان تقرب من ربنا انت بتختار انك تراب بدائنك فانت بتختار انك تتميز عن الناس انك تكون مختلف يا اما هتبقى قد المسئوليات دي وخلاص هتكمل وكده وهي عفكة مش صعب قوي في الاول بتلاقي كتير ومتتداق نفسيا وانا باولك كده عن تجربة عنيفة الصراحة مع الحجاب وموضوع الحجاب ده كمان لانه في ممكن تقصر يعني انا ممكن عادي اباين شوية من شعري عشان لاب على فكرة طب لا 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 استنى 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 طب كمل 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 ايوا كمل 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 هو بس عشان اللي مش سامع هو بيقول انه الحجاب اصعب من الدقن بس احنا بنعترض اقولي سوالك ممكن نتخانق بقى طب سعلي سعلي طب سعلي سوالك طب سعلي سوالك طب نظام نظام سعلي سوالك لما قلت انك كنت بتفكر تمشي برا مصر انا عيشة دلوقتي في الموضوع ده ودلوقتي في حتة مهمة في حياتي ايه ما فعلا اختار اكمل برا ولا اكمل هنا و 50% اكمل برا 50% اكمل هنا فانا مش عارفة احدد خط الحاجات اللي انا بحب بها قوي قوي اللي انا باشونت بيها واستقبلها اكبر برا واردي عارفة ناسبر فمش هتسوح قوي يعنى بس ام بفكر في عائلتي وبفكر في حياتي الشخصية وبفكر في الهجاب هو دي عمتا ممكن تبع حاجة بتحدد مصير الحوار يعنى كايس اسقلي مبدئيا في حوار ينفع سافر لوحدي ولا لا كايس انا مش عارف يعني انتي ممكن تسألي بدا يعني ده قصدي من العوامل يعنى موضوع انك تسافري ولا لا انا بالنسبالي انا طبعا انا ما عرفش ما قدرش اقولك اعملي او متعمليش بس انا بالنسبالي انا دايما عايش بحتة ان انا طب لو سافرت ايلا هيكون هناك هلا انا مؤثر اكتر هنا ولا مؤثر اكتر هناك هلا او عملت سطاب راك برا مصير هتبقى احسن ولا هنا فانا حاسس ان انا بالنسبالي لازم يجي يوم واجرب ده ان شاء الله تمام؟ مش عارف ده النهاردة ولا لا فايمكن انتي بالنسبالي بارده فكرة انه ممكن اجرب ما عرفش فكرة ان الواحد يعيش من غير ما ما يبقى خد كل الابشنز بتاعته واحنا بنعيش مرة على الارض فبحس انه اكيد لازم نجرب كل الاخوارات دي ويه اسوء حاجة هتحصل هتلاين برا مش نافع ترجاعي هتلاين برا جامد جدا فهتعادي هناك هتلاين برا جامد جدا بس اهلي محتاجيني فلازم ارجع فانا شوفت انا ممكن ابقى ايه مثلا واختارت ان انا سيبوا عشان ربنا مثلا يعني اوكي فانت بتعمل ايه والله تفاهماني بس اول محمد سامع قلت عايز اسأل بس انت ايه ناصرحك الواحد عايز يبدأ براند جديد بقى وبعد السنين بقى انت فتحت القناة بتاعتك عشان تروج للإستبرق ايه بقى انت وصلت له دلوقتي اه حد عايز يفتح براند جديد براند هدوم صح? براند بقى عمومة يعني ايه براند عمومة يعني عايز انا ابني براند خاص بي براند هدوم بس اعتبار هدوم ماشي اعتبار هدوم طيب حاول تحدد عشان يعني مارزعش هدوم ماشي هدوم هدوم ماشي لا اه مهي هدوم حاجات تانية يعني مثلا كوتب وكدا اه انت بالنسبالك انت عندك يوتيوب شانل كويس؟ فدي حاجة قوي جدا ان انت تستخدمها في ان انت تروج لبراند بتاعك عارف؟ لو انت قررت ان انت ما تستخدمهاش فانت ديها حاجة مش زكاية خالص عارف؟ يفضل ان البرودكت بتاعك يبقى مرتبط بالبراند باليوتيوب قصدي تمام؟ مثلا لو انت بتعمل حاجات على الانيمي مثلا مش انت بتعمل كده اه بعمل حاجات اربط الموضوع بشكل مفده لو خليت الموضوع مختلف تماما بايد تماما كنت بتبتقي شركة من الصفر ودي بقى ليها سكتها جدا 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 فاهم جاوبت؟ اه نتيجة بقى خبرتك بعد السنين دي كلها وكانت خطوة صحة يعني انت بدأت قناتك عشان تروج لبراند بتاعك ايه السؤال؟ نتيجة خبرتك بعد السنين دي بقى وصلت لي ايه؟ يعني ايه اللي كنت انت فاكره وعنين دلوقتي لأ وجهة نظرك تتغير بخصوصه يعني عشان انت كنت لسه هتفتح براند جديد مش دلوقتي بقى بعد ما فتحته وخلاص وكمان القناة بتحتك قرار انك تبدأها عشان تروج للبراند بتاعك فيش ايه تغيرت انا حسيتنا كنت صح جدا وحسيت انه يعني كنت شايف حاجات كتير ما كانش فيه ناس كتير شايفها وناس كتير بدأت تستوع بدا دلوقتي العالم يعني بدأ يستوع بانه البراندنج هو اللي بيخليك تتسوى للمنتج وان انت تربط البراند بحاجة ببني ادم كيس؟ بحاجة برسنل جدا عشان الفاليوز بتاعت الانسان تقدر تتجسد في البراند كيس فيبقى ملموس جدا فحسنا كنت صح جدا انت حسي؟ تمام اه حاس باردن عايز اربوطها بحاجة خاصة انا بي اللي هو لما يشوفها حد يكون عارف ان دي بطي يعني مربوط حاجة بفكرة بزبط شكرا على يوم الجميل حبيبي الله يكراك هو الجيل بتاعنا دلوقتي بقى عنده اهتمامات كتير قوي وده بقى العادي بس ممكن انت بتتسحل في النص فبرده حطيتك عندك برده اهتمامات كتير فانت بتتعامل مع السحلة دي ازاي بس ممكن انت بتحب الديزاين بتحب التصوير بتحب الفيلم وعايز تربط كل ده وعايز تبقى اجامل في كل الحاجات دي بس انت بتتسحل في النص لما تلاقي حد تاني اجمد منك وانت تحسن انت فكست منه او لا اه خلاص انا مش 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 واصل او انا مش خقدر اوصل لان انا عنديش الحاجات دي او الامكانيات دي فبحس ان هو اه اه اوكي انا عندي اهتمامات كتير بس انا مش قادرة من كتر ما انا حسن انا مسحولة ومن كتر ما انت فعلا بتفتح يوتيوب وبتلاقي نازل اجمد منك ومش عارف ايه فبتحس ان انت فكست او قعدت كده في النص او اللي هو حسس ان كل ده موزيف مع ان بترجع تاني تقول لا انا بحب الحاجة دي بس اه فيه ساحلة كده في النص طب مبدأين احنا لازم نستوع بان العصر اللي احنا فيه اكتر عصر فيه information في الحياة تمام؟ لازم اوكي فانا بافتح باخد انفو كتير جدا باكتشف ان انا ممكن ابقى او فيلميكر او يوتيوبر او مش عارف ايه او خمستاشر حاجة تمام؟ ممكن ابقى كده نتيجة ان انا شخص بس مثلا لو احنا رجعنا بالزمن لو انا خدت نفسي وحطيت نفسي في السبعينات مثلا اوكي انا اصلا مش هبعارف ان فيه حاجة اسمه يوتيوبر بعيدا عن هو كان موجود او لا اعني تمام؟ فده اللي انا بتكلم فيه فكرة ان انا لازم ابقى اكتشف نفسي جدا ونفسي انا بجد تمام؟ اضافة الى حتة انه مفيش قلق خالص من حتة ان انا بقى حابب حاجات كتير خالص كنت لسا بكلم مع الشباب برضو الصبح بضرب لهم مثال بانو يعني انتو عارفيني اشطا بشكل كبير يعني انتو عارفين ان انا اشطا بحب بحب يوتيوب كل الحوارات دي فمروتي جت قالتلي عايزك تساعدني في الزرع انا مش بتاع زرع ايدا ايد الفاكس مش عارف ايه لازم مبقى passionate about اللي مش عارف ايه وبتاع بس انا عايزة سعيدها وعايزين قضي quality time وبتاع فدوست معا شوية واتبسطت بالحوار فحسيتل هو ايه هو انا ليه معتبر نفسي كائن وحادي بالطريقة دي لو انا لازم اعمل حاجة واحدة بس في حياتي عادي احنا ممكن نحب حاجات كتير عادي جدا تمام موضوع ان انا اكون بحب حاجات كتير وعايزة دوس فيهم ومش عارف ايه ممكن عقلي برضو يكون بيتحك علي في حتة البودكاست مع اللي كان مع محمد سامير الديزاينر هو اللي هو عمله ان هو اختار يبقى ديزاينر وداس في الحوار اللي شاف فيه كل حلقة انا قلت له انا كنت بطرفع على ان انا قولنا ديزاينر كويس عشان انا لازم ببقى فيلم ميكر عشان انا لازم ببقى مش عارف ايه ممكن عالي يكون بيتحك علي جدا في الحتة دي في ان انا انا ببقى بوهم نفسي ان انا ممكن بقى حاجات كتير عشان انا كسلان مثلا او عشان انا خايف ادوس او عشان انا خايف اختبر نفسي بجد او عشان زي ما انت قلت في ديزاينرز كتير جمدين فانا خايف لما اختبر نفسي في الحوار فعلا انا لقى نفسي فاكسان اوكي الخلاصة انو الحياة فيها وقت كتير جدا ان احنا نجرب كل اللي احنا عايزينه بجد يعني ان الوقتي عندي خمسة واربعين سنة خلاصة اللي احنا نفسي إذن لما عدي 30 سنة أنا خاص حياتي هتنتهي بعد ما عديت حسيتنا إشتغم إن شاء الله إسا فيه وقت كتير إن أنا أجرب خمس ست حاجات كمان ممكن أبقى مزارع عادي يعني ممكن تلاقوني السنة الجاية وقفت البودكاست المزارعة مع حازم صدي هو إنت أصلا غالبا إنت غالبا هو سأل هل ممكن تجيب آخرهم كلهم إنت غالبا هتلاقي إن إنت لو دست في بعضهم إنت أصلا مش هتعوز تجيب آخرهم فهم؟ إنت ممكن ما تعوزش هو إنت كل حاجة إنت بتدوس فيها بتعوز تجيبها لآخرها جدا 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 وهي دي الخدعة برضو اللي أنا بقولها لك إنت لازم تدوس عشان تشوف إنت فعلا عايز تبقى ديزاينر ولا إنت عشان صاحبك كان ديزاينر وهو كان معاك في الكلية وجاب درجات أعلى منك فإنت عايز تحط عليه بس عارف؟ جرب دوس هتلاقي إن إنت خاص أنت عايز تعمل اللقطة دي وخلاص عارف؟ إنت إزاي بتقوم ماشي ماشي إنت إزاي بتقوم مغرية الحياة يعني إنت مثلا في بارتي في حاجة كده إنت مثلا بتحبها وقلت لك أفلام أو حاجة زي كده يعني بالنسبة لإنت يعني قوي في موضوع الفاليوز وإنت بتقدر تتحكم في نفسك وعندك مبادئ وثابت عليها فإزاي بتعملت ده؟ في وسط الحياة دلوقتي يعني أول حاجة أنا شايف إنه الدايرة اللي إنت حطت نفسك فيها هي اللي بتحدد أنت رايح فين عارف؟ لو إنت بتقضي وقت مع ناس بتروح حفلات كتير هتبقى دايما حاسس إن إنت فيتك هتبقى دايما حاسس إن هم بيعملوا حاجات وإنت ما بتعملش الحاجات دي لو إنت بقضي وقت مع ناس بيروحوا ويحفظوا القرآن مثلا ومش عارف إيه وبتاع وإنت ما بتروحش معاهم بردو هتبقى حاسس إنت فيتك كويس؟ فأنا في تركاية بعملها خدعة بعملها لنفسي إن أنا محوط نفسي بناس كويسة عارف؟ والناس الكويسة دي لما إنت تروح تعمل الحاجات الغلط اللي إنت لسه إيل عليها دي دلوقتي هم نفسهم هيترقعوا لي تفهم مصدي؟ فما هيش الشطارة في إن إنت تبقى عارف إن إنت ضعيف تفهم مصدي؟ وإن إنت عادي جدا إن إنت تستعين بحاجات خارجية وإن إنت تدعم نفسك وإن إنت تتجوز واحدة كويسة عشان تبقى عامل حسابك إن إنت لو ضيعت هتضيعها معاك وإن إنت تعوز تبقى مثلا عشان تجيب حد تربيه كويس فالإكسترنل عارف؟ يمكن وإنت بتسأل كنت متخايرين أنا هقولك إزاي بظبط نفسي من جوة عشان مش عارف إيه فهم؟ بس اللي بره مؤثر أكتر بكتير من الجوة لإن إنت من جوة لو أنا تفتحت دلوقتي ممكن أبقى حاجة غير وأنا بتكلم في كده إنت حتى لو وسط الناس الكويسة دي إنت هتبقى عاستعمل كده من جوة إنت شايف حاجة كول أو إنت انت في الحاجة دي أو إنت مثلا جربتها فهمت إزاي؟ هل سترح تقامل حاجات الوحش أصدق؟ لا مش عايس تعملها مش حاجات الوحش يعني بكلم زي بورتي مسلا أنا وطي حضر حاجة أو الكلام ده إزاي تقوم ده؟ تقوم الرغبة اللي جواك فهم؟ أوكي أنت أصلت بتقول حاجة بوردو أنا ما بقى يعني بورتي أصدق إيه يعني حفلة دي جي وحورات زي دي ولا أصدق إيه أوه وصف لي الحفلة بجد والله يا سام عرفش أصف هالي أه 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 لا مش هكط طبعا نايت كلاب نايت كلاب أه ماشي أوكي ممكن نكط تفعل ما هو ما هو أنت قلت ما بتبقاش في الدماغ كويس بس أنت ممكن تكون بتكلم واحد هي فعلا في دماغه جدا فأنا بحاول أحط نفسي مكانه جدا عارف؟ فأنت إزاي وصلت إن هي ما تبقاش في دماغك عارف؟ حسب البيئة اللي حواليك وإنت متفرج على الحوار مو كيمة البيئة اللي حواليك مش موجود فيها الكلام ده بصحابك مش كده بس أنت بتفرج على الحاجات دي عادي فاهم؟ حبيب شوك يا خير تبقى نفسك تجرب الحوار ده فاهم؟ مش مش شرط إن البيئة اللي حواليك خالص ملاش علاقة بالبيئة هذه هي إنتكاس إنت انتكاس اللي هو انت جربته وبعدها بطلته والرجعتها علىắng لكن انت مجربتهاش بوس إيه؟ مجربهاش فأهو كويس إليم جربهاش يعني عشان ما يحبش كجربا التانية بس يعني فأنا بالفكرة اللي هو مجربهاش هذه كويس لو جربها مرة ممكن يحبي يجربها تانية فأنت حاول إنت سيطر على قد ما تقدر بالباقي أيواً تسؤولي بقى إزاي هى سيطر إزاي تسيطر بوس خلينا نارجع الخطوة الوراء خالص تمام انت مسلم اه صح فهو الاسلام بيخليك تعمل شوية حاجات عشان اصلا ما توصلش للحوار ده تمام فأنت لو هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لا هو دي طعم كانش قصدي عادي انا كان قصدي ان صلاة تنها على الفحشاء والمنكر اوكي ده مش كلام وخلاص عارف بس يعني انت هل معنى ان لو بصلي مش هروح الكلاب تمام في مرحلة ما وش وش في مرحلة ما محتاجة محتاجة ان انا اكيد طبعا كويس والصلاة ما هيش الصلاة بس الصلاة بتجيب حاجات تانية كتير انا عندي ناس صحابي بيتصلي اوكي وعندهم علامة صلاة هنا اه بيسموك فاهم وبيسموكو اه بص هو الحوار دلوقتي في حاجة انه البودكاست ده بتاعي والمفروض اللي بيسألني يا سئلة ان انا اعرف اجاوب عليها بس انا مش عارف اجاوب على السؤال ده لا اعلم ها تفضلي ها تفضلي ها تفضلي ها تفضلي ها هو ازاي احاول اعيش الحياة الجمعية وانا بحاول يعني اكون مع ربنا كويس جدا وفي نفس الوقت مش عارف اتحكم في الحياة الجمعية ازاي يعني امش في الاتن ازاي ايه فين التعارض يعني التعارض لانا مسلا تحس انه بي يعني انا مختلفة عنهم تماما فانا مش عارف ا ازاي اكوب معاهم او ازاي ادخل معا يعني ازاي اتحايش معا وانا مسلمة كويسة وفي نفس الوقت مش متشددة ومش غلط بس يعني انتي اصلاك انك بتلاقي تحديات انك تبيه نفسك او جدا او جدا فمش عارف اتعامل ازاي اه الحل ده انه اولا اولا هو كتير جدا من حلول من حلول ما شاكلنا بحل المفروض اوضبط دماغي الاول قبل ما استقبل الحل فمبدئيا اه في الازمة دي لازم نبقى مستسلمين خالص انه الشخص اللي عايز يبقى جامد وكويس وقوي ومسلم قوي عادي جدا انه تيج عليه فترات في حياته يبقى الوحده عادي جدا عشان بس ما تدسيش في الحل وتلاقي ان انت بقيت الوحدك فتلاقي ان ده حط براشر فانا لازم اكسر الحواده وارجع تاين البتاع تماما فعادي جدا ان انا ابقى الوحدي شوية في المقابل اكيد في ناس في حياتك دايرة كويسة تبي معاهم بس دي برا الجامعة فاللاسف مش موجودة جوا الجامعة يعني معايا دول برا الجامش بتعايشين معايا جوا الجامعة حشان كي بحسن انا بصي في الجامعة عندي انا في الجامعة انا ما كانش يعني كان في ناس كتير كويسة وناس كتير مش عارف ايه وكل الكلام ده وما كانش فعلا ليا صحاب اللي هم البروز يعني بتوعي في الجامعة نفسها بارتو تماما فكنت بقضي واتي في الجامعة واخرج بسرعة ومنها يعني واضي وقت مع الشباب بتوعي كويسة سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا مرحبا انتو عارفين الشاب دا صح؟ نعم نايس اللي مش عارف ده احمد سليمان ولما شافش حاجة بتاعت البودكاست يخش يشوفها طب حد عنده سؤال الحمد؟ ده عندك سؤال الحمد؟ طب اجله طيب حد عنده سؤال الحمد؟ انا اسمي خالد هو السؤالي ممكن يباليك او لا احمد وممكن يباليك انت شخصيا ماشي ايه الحاجة اللي حصلت يعني هل فيه حاجة حصلت اثناء منتو الاتنين اخدتوا قرار خلاص يعني هتفضل شعركا مع بعض هل فيه حاجات حصلت اثرت عليك انت نفسيا او اثرت عليها هو نفسيا وازاي انت اتعملت معها اه حاجة سلبية اه حاجة سلبية انا اجاوب بس انت اقول الاول اه طيب بصة سبحان الله يعني انت ايه امرتب شراكتك على ايه او انت اصلا بدأت المشروع دوت عشان ايه هو ده اللي فرق معانا كلنا الحمدلله في الاول والاخر يعني احنا بدأنا عشان رسالة وعشان نبني كوميونيتي وعشان اللي انتو كلكم اكيد عارفينها واللي احنا اكيد متجمعين عليها النهاردة يعني الحمدلله فلما حصل اختلاف في وجهات النظر بتمس البيزنس واولوياته وغيره الرسالة الحقيقية والقيمة الحقيقية بتاعت المشروع اللي هي جمعتنا اصلا كاصدقاء من الاول قبل اي حاجة هي اللي فرضلت فخلاص الموضوع البيزنس ازاي تحطي على جنب بييجي ويروح مفيش مشكلة خالص يعني فالحمدلله يعني قصة دي ما مسيرتش عائق خالص لما حصل اختلاف في وجهات النظر خاصة بالبيزنس وبقدارت الشركة والكلام ده كله طلعنا البيزنس من المعادلة عشان الاخوة والصداقة ستستمر ويمكن الحمدلله العلاقة اقوى واقوى مع كل يوم يعني الحمدلله فيمكن ده المختلف عن شركات كتير بتتبني عشان بزنس عشان مشروع عشان تارجت معين عشان نجيب مش عارف كم جنيه في السنة وكلام من ده كله فلما يحصل مشاكل زي كده اللي بيبقى جميعنا هي الفلوس لما الفلوس ما تبقاش موجودة فخلاص بنتفرق هي دي المشكلة لما تكون انت متجمع على قيمة وعلى ارسالة وحاجات زي كده ده ده اللي بيبقى واتفر بقى في فلوس ما فيش فلوس في مشاكل ما فيش فبتعرف تكمل يعني فالحمدلله يعني ازاي الموقف ده ما اصرش عليك بطريقة يعني سلبية اللي انت ممكن ما تكملش في المشوار بتاعك او ازاي اتعملت في الجزئية دي يعني هل الموقف ده اصر عليك بطريقة سلبية اللي انت ممكن توقف وما تكملش المشروع وازاي اتعملت مع الحاجة دي اللي انت تكمل حلو جدا هو واش اصر علي واللي شاف الفلوج طبعا عارف انه انا جاتلي فترات افك طب اعمل طب مش عارف ايه كزا حاجة ويمكن الكلام ده قلتو بردو كزا مرة انه اه يعني لما هو ماشي هل هو ماشي عشان تستبرك فاكسانة مثلا و وبزنس فاشل ولا عشان انا مش مش كف مثلا او حاجة فمرت فترة كبيرة عشان اكتشف الحقيقة قاملت في ايه بقى ايه ده اعملت في ايه الفترة دي لو حاجة حاجتين يعني تنصح بيهم مثلا لو انا عملت اه كنت على شراكة مثلا مع واحد في مشروع وحصلت اللي احنا فضلنا شراكة مع بعض تمام اه انا اكمل ازاي في الفترة دي الواحدي طيب اول حاجة تعملها بعد اما تخلص الشراكة مع حد لو في ايه التزامات مادية ما بينكو لو في ايه حورات مادية خلص عليها تماما كويس لان هي دي الحاجة اللي بتبقي مشاكل جدا اي حورات تانية ممكن تتحل انما لو انا حسس ان انت دهكت عليا ومش عارف وعملت ما عرفش ايه وبتاع والحوار فيه فلوس دي اللي بتخلي ازامات كبيرة جدا تمام اه انا شايف انو اول ما تخلص اول ما تفض الشراكة خد وقت كده فكر مش لا ما تنطش في حاجة عارف اما بتبقى مثلا لو حد في الريلاشنشيب والريلاشنشيب دي فشلت بيعوزي اللي انا عايز واحد عكس اللي كانت معايا تماما وعشان يلبس في الحيطة بقى فهم انا قاعد بس مع تامر عشور دلوقتي ايه؟ انا قاعد بس مع تامر عشور دلوقتي قاعد بس مع تامر عشور دلوقتي اه بس بس بنت 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 احنا قلنا ورد بنت ورد بنت سام عليكم عندي سؤالين باختصار استبرق البراند مكتوب ان انجليش فاكيد من الاول يعني كان عندك فكرة انه هو ينتشر برا مصر ويبقى براند عالمي فهل مثلا دلوقتي وصلنا الحاجة زي كده ولا لسه يعني انه هو اوه ده سؤال اول السؤال التاني في الاول اول ما بدعنا نسأل كيوني كده كنت بتسأل هل التجمع اللي زي كده لي اهمية ولا لا يعني هل انتو شايفين ده لي اهمية ولا لا انا عندي اقتراح مثلا مش عارفها ممكن يبقى حلو او لا انه يبقى فيه مثلا اكتيفتي معين في كل سنوية نعمله كلنا يعني نستفيد بالكوميونيتي ده ان احنا نعمل حاجة مثلا ناشاط معين ما عرفش هو ايه بس دي فكرة انها تستغل التجمع ده بس اوكي حالو جد اول حاجة السؤال بتاع ليه كتبنا اسم البراند بالانجليزي الانجليزي بيجيب اكتر حاليا موصلناش لده بس ان شاء الله في يعني في شوية تخوارات كده بتحصل ان شاء الله ستابرك يبقى في الوطن العربي مسلا بس مش بره مصر يسا بس ان شاء الله قريب يعني والموضوع بتاع الاكتيفتيز والحاجات دي اه انا مش عارف ايه اللي هنعملو بس احنا كنا نتكلم ان احنا عايزين نعمل جروب نجمع فيه الناس فيمكن لو اتفقت على الموضوع ده النهاردة اسجله في اخر البودكاست اقول ايه اللي ممكن يحسن ان شاء الله اوكي او انت كنت عايز تسل سؤال اوه 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 ادفنا اسمي محمو عندك كم سنة؟ عندك كم سنة؟ عندي عشر وانت جاتلك ازاي الفكرة جاتلي ازاي الفكرة؟ اه هو احنا احنا بنحب بنحب البراندز انت بتحب الهدوم صح؟ احنا كنا زيك كده بنحب الهدوم وبعدين لقينا انه مفيش براندز عربية بتعمل حاجات احنا بنحبها احنا عايزين نلبسها ونبقى فخورين بيها كويس؟ فقررنا ان احنا نعمل البراند بتاعنا ماشي اه اه بنت مهو راجل اكدعين فيه طيب اه اتعمل ايه حكاية التسويف يعني امسلا ممكن احط في نفسي خمس تسكات في اليوم ومنهم مثلا حاجة عاوز اتعلم جرافيك عاوز اعمل حاجة فبدرسها النهاردة بحس اللي هو مش عاوز اعمل بخش اسمع فيلم اسمع مسلسل اللي هو بتهرب من اي حاجة عاوز اعملها بس الحاجة دي كنت احطتها في التاسك ممكن اعملها في يوم عادي بس مش حطتها في تاسك فهمش زي اللي هو انت ممكن تعمليه لما بتعمل نفسك حاجة زي كده اعرف ان كلنا عندها مشكلة دي يعني ما تحملش على نفسك بزيادة انك تحس ان انت مأسر و ان انت ضاع و ان انت مش عارف ايه و انت مش عارف ايه من الناس كتير تبتول اسمع فيلم كيس طب ليه ليه ما بتقولش اشوف بجده اعمل بس اعمل بجده بتقول حياتك تبتول اسمع فيلم بتقول فين ده ايوة بتقولها فين طيب اشتع فما اشتع عادي كلنا كده طيب اشتع فما اشتع عادي كلنا كده تمام في الاغلب الحاجات الضررية بتلاقي طريقها النهيئة ايه تطلع على الليستة الاوليهات بتاعتك اللي انا بعمله ومش ناجح فيه قوي بس انا عارف انهو ده الصح ان انا قبل ما نعم بعمل لستة بثلاث او خمس اهم حاجات انا اعملهم بوكرا اوكي والحاجات دي بتبقى مهمة بجد فالليستة دي بتبقى اقدر عمل عليها تشك عارف عشان الحوار ده بيبقى روردين جدا اللي هو خلصت حاجة هنقدر عمل حاجة تانية بس فاعمل كده تلت حاجات بس عارف اللي هو تلت لخمس حاجات بالزبط عشان انت غالب ان مش تعملهم وهتيجي بعد بكرا عليك تلتاشر حاجة وهتحس انك فاش البرد بزبط فدور العجلة كده اللي هو تلت حاجات في تلت حاجات في تلت حاجات وجرب بس عادي يكون لنا كده اقول السؤال بتاعي لو اي نصيحة تقدمها الواحدة هزيزنا محتوى جديد على اليوتيوب او كده نصيح بس كون يعني اعمالين مثل نصيح اللي بيتشوفها كتير على اليوتيوب مش عارف اهتم بالتصوير لا يعني هي اللي فرقت معاك او فرقت تحس انها اعلى اهم حاجة عايز تعمل محتوى ايه يعني بالنسبة لا انا كنت عايز اعمل تاريخ عن التاريخ تاريخ الاسلامي والعربي وكده هو محتوى مش موجود يعني فحاجة زي كده يوني فممكن تحبط فقلنا انا ب قولولك的 انت اه عارف joins the club اللي هو كلنا بنعمل حاجات بنحاول نحاول نحاولنها تبقى مفيدة والفيوز مهياش الاولوية الفيوز على الBodcast مش احسن حاجه وفعلا فعلا مش فارق معي خالص الفيوز انا انا بقبقى فاهم موضوع دا انه وهم مش على طول اول ما هتنازل حاجه ولا اول ولا اخر يعني اللي هو ايه? ممكن الفيوز ما تبقاش هدفك. كميس? هدفك ان الناس تيي تقولك انه عيش مسلا. او انه اتدائرة الساقة بتاعتك. اللي هو مسلا تلاتة اربعة. انت شايف انه دول لو عجبهم من المحتوى بتاعي انا فعلا جامد. اوكي? اه. تمام? فدي نوطا. انت قيمك الفيوز بتاعتك تمسك بيها مهما ان كان. عشان انت لو تخليت عنها. عشان مسلا محتوى الاكل مسلا بيجيب فيوز الايام دي. هتبقى مشهور جدا. هو فين عمر الشريف? اه. يا شو النهاردة. هرب. هاتيجيييبعدك مليون سبسكرايبر على محتوى مش بتاعك اصلا. ايو ايو. فام؟ و هتلاقي نفسك كتوهت. انا عفكرك بارضو بسؤال واحد اللي هو قابلك في المسجد محمد محمد عباس. اه انا كده خلاص بس. بس همفكرك بتاع له. لو كم بيكلم موضوع كنت عايزة كامل بسا المحتوى اللي انت بتعمله سهل قوي يبقى ممل التاريخ جدا تمام؟ انت بتقول هالي انا مش مهتمة أصلا كويس؟ ليه يا تفكير مختائي؟ هلو جدا هلو اوي التحدي بتاعك ان انت التحدي بتاعك ان انت ازاي تخليه انترتيننج هارش؟ تمام لازم تخليه حاجة يعني كل الناس حيب التفرج عليه انا بحاول ان انا في دماغ ان انا اقدمه بتصوير مش تصوير ان انا احط الكاميرا واتكلم زي اي فلوج عادي لا ان انا اعملوا الطريقة يعني روائية مثلا يعني فيها شوية من الوثائق على الروائي كده يعني اعمل المزيج معين كده كويس ارم مايكل ابو حمد اه كويس جدا طيب السوال بتاع الشاب اللي في المسجد ذو؟ اه كان قال لك ان حداك بتتكلم عربي كتير انجليزي بتحط انجليزي طوال الوقت في الكلام اه 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 اوك كان اسم محمد عباس اه 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 طيب طيب هو كان حد سألني في المسجد بس هو مش يعني بس فقلت له هقول سؤالك فهو كان بيتكلم على الفكرة العربي والانجليزي وليه احنا من نتكلم انجليزي ومفروض ان انا نفتخر بالعربي والايه وكلام اللي هو الشاعيري اللي هو مش لازم بحقيق اوي يعني بالزبط اه اه انا بشوف وقعدت افكر في الحوار ده كتير على فكرة اه اه في الفترة الفاتت انا بشوف انه الناس اللي بتتكلم انجليزي هم بينقسموا الحاكتين تقسمين لازم اولا نتفق انه الانجليزي هي على رأي احمد ابو زيد هي لغة العلم دلوقتي تمام واللي بيتعلم حاجة غالبا غالبا يعني اتعلمها بالانجليزي في الاول تمام ولما انت بتتعلم حاجة بلغة الاول انت المستلحات بتاعتها بتبع عندك اصلا بالانجليزي تمام فانا لو اتفزلكت اصلي لو استخدمت اكسبرشن كلمة اكسبرشن وانا بتكلم فغالبا عشان يا اما انا اتعلمتها كده في الاول امشو كاما عن نفس يعني يا اما اتعلمتها كده في الاول يا اما هي فعليا ملهاش حاجة تلخصها في العربي بشكل مباشر اوي احنا مش متعودين عليها فده نوع من الناس اللي هو اي اتعلم الحاجة فعلا وهو بيتكلم هو عقله بيجيب الكلمات هو عنده فكرة ايه اكثر طريق ان انا عبر عن الفكرة ان انا استخدم الكلمة دي فخلاص استخدمها في ناس النوع التاني من الناس لو اناي ده ما عنديش معا مشكلة خالص وانا منه اصلا النوع التاني من الناس اللي هو بيكون بيتكلم انجليزي او اصلا بيكون بيتكلم اصلا بعد كده بيقولك ايه انا اصلا عملت كذا وكذا وكذا تمام هو كده اضاف كلمة ملهاش اي لازمة اصلا ولا ودتنا في حتة وده فعليا بيترجم العربي الانجليزي وهو بيتكلم احنا لسه متكلمين عن انه ايه وانا بتكلم انا بتكلم وخلاص تمام فانا مش عايز اضيف البوفر بتاع ان انا لازم اترجم افكاري واقولها عشان الناس تفهمها انا محتاج اتكلم دلوقتي التاني ده وهو بيتكلم عربي بيوقف يترجم الانجليزي ويروح متكلم تمام النوع ده عندي مشكلة كبيرة قوي معاه لانه هو هدف ومش انه هو يعبر هو هدف انه هو يقول ان انا بعرف بالظبط كده بس اه انا مش هاد بالظبط مافيش بنات عندها اسئلة صح اوكي اخر سؤال اوكي اخر سؤال اوكي اخر سؤال اوكي اخر سؤال وبعد كده هنهان جاوت عادي انت بتعايز تلسل من زمان انا بقال كتير عايز اسأل سؤال اوكي معلش تديره عشان هو كان رافع ايده من زمان اوي اي حبيب اول حاجة مضحكة اوي اول حاجة زاد عامل اي زاد عامل اي حمد الله يكفي سلمني علي جدا انا هسمي زاد ان شاء الله بعد ثلاث شهور هسمي زاد كمان ثلاث شهور بجد لا انا هقفل الكابي رايت عليه وهتبقى باخد فلوس على الحوار مش دعم حاسبي الله انا امانوكي ليه زاد مش استبرك عشان حد سمي استبرك لا مش عشان كده بس طب اجاوب عليها واجيلك لا ماكنه اهمube طب اهاوب تسكلم زاد مش استبرك انا كنت عيز اصمي استبرك مين لسأل كنت عيز اصمي استبرك بس حسيت انه كنت gym With one من من الميتورز باتو اقريب برضو كنت قلت القصر دي وحس ان انا متعلق جدا بالراند و بالستبرك و مش عاريفيه فقلتنا كنت عيز اصمي استبرك فدخل فيها شمال جدا جدا من قال لي انت كده متعلق بزيادة وهو أصلاً كان عنده أنا أجيبه إن شاء الله في البودكاست قريب هو كان عنده بزنسز أو اتنين تحديداً هو مؤمن بيهم جداً ومتعلق بيهم جداً وتدمر لما ساب البزنس بتاعه ده فقال لي أنت لازم تفك التعلق ده تماماً فبالنسبايا كنت سميت ستبرك اللي هو كان قال لي بردو أن أنت اللي بتعرف البراند مش هو اللي بيعرفك فكان هيبقى تو متش يعني تو متش جداً يعني وبعدين مراطي ما كانتش عجيبها فعلا آه كويسة الحمد لله وعشان زاد حزم يعني البراندنج زاد حزم زاد زاد واحد واحد تسمك إيه بقى عشان باسمي مسعود زاد مسعود مش حلو يا جميل الجد زاد مسعود طيب وهو في السؤالين أول سؤال أنا المحروض هنا هشتجل في مكان قرب المايك هشتجل في مكان بيتطلب أن أنا قرب المايك أكتر من كبه هشتجل في مكان يعني بيتطلب أن أنا أقف وأتكلم قدام الناس وأشرح لهم تمام أنا بالشغل ده بس أنا يعني إيه مش بتهز أنا بقول كل اللي أنا عايزه بس في نفس الوقت بحيث بتوتر تمام؟ فالموضوع ده صعب معي شوية يعني بيدايقني ما بيعطلنيش أني أنا أقول معلومة ولا حاجة بس بيدايقني أنا شخصي يعني أزمة ثقة يعني أصدك أم لا مش ثقة يعني هو ثقة أنا بتكلم بس ببقى إيه يعني مترب شوية تمام؟ فكنت عايز منك أنت طبعا عندك كبرة في الموضوع ده تبالك إيه بتتدي كورسز؟ آآ مفرود أنا قد كنت بدي بس فردي الناس فردي بس المراضي أنا هادئي الكازة حاجة بص هي تتكسر مع الوقت مفيش شك يعني البراكتس هيضمر كل ده هيخليك وإنت واقف مش حسس أن أنت واقف آآ هيخليك أهم حاجة بالنسبة لك أن أنت بتعبر عن حاجة عندك وخلاص تمام؟ هيروح خالص حوار إن أنت تحس أن أنت ناس وبتاعهم آآ آآ وفي حد كان قال لي أن أنت مفروض تفكر في إيه وتتخيل إيه وفأنا ما اقتنعتش بالليل يعني هوايا كان حد حاجة كده يعني طيب تاني حاجة تاني سؤال آآ دلوقتي مثلا لو أنا شخص إيه مش بصل في الجامع بصفة منتظمة يعني وبعدين إحنا مثلا لما لمينا بعض الشباب دلوقتي وروحنا نصلي فهل ده في حاجة من الرئة أو مش عايف بس هل فيه أنا مش شايف كده خالص بص لو ما معرفش هو سؤال يعني في حاجة حصلت؟ آآ أنا لما أقولها هتأخدوا بالك أنها حصلت آآ أنا كنت باش شرب ماية من شوية فشربت على بوق واحد فعكية قلت فيه ناس كتير شايفاني وأنا عملت حاجة مش أصح حاجة فرح تشارب على مرتين زودت مرتين كمان هل ده رياء؟ لا إنت بتنشر حاجة عشان بالزبط عارف عادي جدا أنا شايف إن التسامح أو التصالح ده مع نفسك آآ يعني أصلح بكتير من إن انت تعد جواك عيش اللي هو طب أنا لو شربت على ثلاث مرات دلوقتي الناس هتقول إن إيه ده أنت بتحور عارف؟ هو بيبقى منفذ من منافذ الشيطان يعني ففي ناس كنت متربة شوية بالزبط كده حبيت يعني نايس بس سؤال كويس جدا عش آآ كيفية ولا سؤال واحد؟ آآ انت تتعبت صح؟ أوكي ماشي طيب إيه؟ براند يالين بيد أخباره إيه؟ ونحن يكون مفروض ننزيله أصلا نهاردة بس يتأخر عشان هكو التعييز أطلعه بطريقة كده معينة وبتاع هيكون لوحده وس هينزل هنا بس مستقل على سوشال ميديا والحوارات دي بس نازل إن شاء الله يمكنه بعد أسبوع ولا أثنين بإذن الله طيب هنضطر نوقف عشان عمر الجمد تقريبا آآ إيه؟ خلاص هنكمل هسئلة عادي إحنا مع بعض أوكي؟ شكراً جداً انتو ييتوا في البرد ده هتمنى يكون الالكسperience دي كانت حاجة حلوة يعني أنا كنت عايز أجرب اللايف بودكاست ده وحسيت إنه أحسن حاجة عملها مع الناس بتوعي شكراً لتأتي شكراً لك شكراً لك شكراً لك كل ورده كل ورده كل ورده حلقة مختلفة خلص أنا يعني تبسطت بها جداً الحمد الله عايز في نهاية الحلقة أفكركم بكذا حاجة سريعة أو الحاجة إنه العرض بتاع الـ 15% على استابرك لسه مستمر لو دخلت عاستابرك.com هيبقى في ديسكاونت 15% او لو اشتريتوا من المحل اكيد تاني حاجة انه الكميونيتي جروب بتاع استبرك is now live ادخلوا في الديسكريبشن اعملوا جوين للجروب تالت حاجة حابب اشكر للبيترونز اللي دايما يعني دايما بيدعموني ودايما بيساعدوني ان انا اطور في البودكاست وان انا حس انه انا ممكن اكريايت من غير ما احملهم حاجة ولو عايز اجيب عدة جديدة فمش بعطل على حاجة الحمد لله فشكرا جدا جدا لكم انتو بجد جمدين جدا وفي منكم جيم بارح اصلا في الاحتفالية واتبساطة جدا انا شفتكم اللي عايز يدعم البودكاست واللي عايز يطلع على المحتوى الاكسكولوسيف اللي بحطه على زي الكيو اي اي بودكاست اللي انا بنزله اللي هو من احسن الحاجات اللي انا بحب بعملها الايام دي فعلا يدخل في الدسكريبشن هيدا اي لنك patreon.com slash hzmsdq وي pledge واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة